من رامالا بدأ كيري زيارته التي لم تحمل عنوانا واضحا إلا المحاولة والاستماع فما رشح عن اللقاء لم يغري على ما يبدو الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات في الانتظار إجابات إسرائيلية على ما وصف بمتطلبات السلام بالنسبة للفلسطينيين فتعثر محاولات كيري ستعني بالنسبة إلى الفلسطينيين عودة السعي إلى الانضمام لهيئات أممية كمحكمة الجنايات الدولية قيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن تحديدا اتفقوا على أن يتم إعطاء الجهود الأمريكية مهلة محدودة وهذه المهلة المحدودة لا بد من أن تؤدي إلى نتائج إيجابية على الأرض وخلافا لما توقعه البعض من أن تتشابه جهود جولات كيري مع جولات نظرائه السابقين فإن مراقبين يرون أن جولات كيري لن تكون ذات مغزة ما لم تنتقل الاستراتيجية الأمريكية من مربع الضغط على الفلسطينيين إلى مربع الضغط على إسرائيل أعتقد أن أكثر ما يمكن أن نشده حاليا هو مفاوضات غير مباشرة من خلال جولات أمريكية مككية يقوم بها كيري وهذه العملية سوف يأتي وقت ربما لا يطول ونتحدثنا عن بضعة أشهر عندما نصل إلى لحظة الحقيقة التي تفشل فيها جهود العملية السياسية ويتوجب على القيادة الفلسطينية حينها الانتقال إلى مستوى آخر من الفعل السياسي غالبا باتجاه الأمم المتحدة فاقتصار الدور الأمريكي على المحاولة والاستماع منذ إطلاق عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في مؤتمر مدريد ومحطات التعثر الكثيرة التي واجهت جولات المفاوضات أفقدت الفلسطينيين الثقة في نزاهة دور الوساطة الأمريكية فمن جولات كريستوفر مرورا برايس وكلينتون ومبعوثا السلام ميتشيل حتى ديفيد هيل ما يزيد عن العقدين من الزمن لم تغير من واقع الفلسطينيين إلا باتجاه فقدان مزيد من الأرض لصالح الاستيطان قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن استناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية فكل ما يجري هو استماع ونقل لأفكار بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي وليس خطة سلام أمريكية يحكمها جدول زمني واضح المعالم في راسلوت في سكاي نيوز عربية رام الله